لحظة أخي الكريم لنتذبر هذه الآيات ولك الأجر عند الله لما ادع اليهود أنهم لن تمسهم النار إلا أي من قليلة رد الله عليهم مبينا لهم القانون الشام العادل الذي سنه لجميع خلقه بلا استثناء وهو من كسب سيئة وهي الشرك وأحاطت به خطاياه كالصور مصره النار ومن آمن وعمل صالحا جزاؤه الجنة ونستنبت من الآية فوائد وموعظ الأولى العدل إلهي حيث تؤكد الآية على أن الناس كلهم تحت القانون لإله العادل لا فرق بينهم من عمل صالحا جزاؤه الجنة ومن عمل سوءا مصره النار ليس كما يدعي اليهود الثانية الإنذار بالفرق الجلي تشير الآية إلى أن هناك فرقا جليا بين أصحاب النار وأصحاب الجنة وهذا يدعنا إلى الاجتهاد في العمل الصالح والابتعاد من الأعمال السيئة الثالثة الأعمال هي التي تحدد مصير الإنسان تشير الآية إلى أن أفعال الإنسان هي التي تحدد مصيره في الآخرة فالأعمال الصالحة تؤدي إلى الجنة بينما الإصرار على الخطايا والمعاصر يؤدي إلى النار وإلى الغد بإذن الله ما على أي الموالية شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة